انا غلطت غلطة عمري لما كان عندي 17 سنة غلطت مع شاب عنده 20 سنة كان وقتها بيقول لي انه بيحبني وبيموت فيا لحد ما قال لي ان احنا لازم نتجوز فرحت انه هيتقدملي قال لي لأ انا مش قصدي جواز شرعي انا اقصد عرفي لحد ما اموري تتزبط واجه تقدملي في بيت اهلك معرفش ازاي صدقت وقتها كان عامل لي غسيل مخ وكنت ما بقولش جرح حاضر ونعم واجر شقة وبقينا نتقابل فيها كانوا اهلي عارفين اني بروح المدرسة بس في الحقيقة انا كنت بروح له الشقة لحد ما في يوم عرفت اني حامل اول ما قلتله ابتدت معاملته تتغير معايا وما بقاش يجي الشقة بقيت استنى بالسعاية سبني وهرب ما بقيتش عارفة اعمل ايه في المصيبة دي والاكتر اني امتحاناتي قربت خفت اقول لامي وابويا استنيت لما امتحاناتي تخلص بقيت اطلع همي كله في المذاكرة بس كانت في مشكلة بطني كانت بتجبر وامي ابتدت تلاحظ علي كنت دايما بتحجج اني عند انتفاخ لحد ما امتحانت وجبت النتيجة وتلعت بمجموع عالي يخليني ادخل طب وبعدها بشهر بقيت في الخامس والعي اللي ابتدى يتحرك في بطني واهلي عرفه وكانت المصيبة الكبيرة ابويا راح فيها من صدمتي هربت من البيت ما بقيتش عارفة اروح فين ولا جي منين اتبهدلت بهدلة وحشة قوي لحد ما لقيت شغلي في محل وحكيت لصاحبة المحل زروفي ولقيتلي قودة على السطوح عايش فيها ووقفت جنبي وساعدتني عشان اقدم ورقي في كلية التب وبعدها بكام يوم لقيت مية الولادة نزلت علي كنت الوحدي في الشقة بقيت اصوت وعيط مش عارفة اعمل ايه قلم الولادة صعب وخصوصا اني الوحدي فدلت عافر لحد ما البيبي نزل واغمع علي بعدها فوقت شوية لقيت البيبي مرمي جنبي وبيصرخ والارض مليانة دم اخدته في حضني وحاولت اجيب مقصة عشان اقطع الحبل السري ولقيته بانوتة بس الصدمة انها كانت وحشة قوي صودة جدا ومنظرها بشع لدرجة رهيبة كان لما اي حد يشوفها من الجران كان بيستعيز بالله من شكلها البشع بس رغم كده بقيت اشتغل عليها عشان اكبرها وفي نفس الوقت اروحي الكلية بتاعتي ويوم جر اليوم وسنة عدت التانية كانت الحياة صعبة بس انا كنت بعافر فيها والبنت جي وقت انها تدخل المدرسة زورت لها شهادة ميلاد ودخلتها المدرسة كانت كل يوم تجيلي معياتها من ان صحابها بيتريقوا على شكلها وان هي وحشة جدا بقت بتشكل ضغط علي من كل حتة خصوصا ان انا مش قيلة لحد ابدا في الكلية ان عندي بنت معرفش ازاي عملت كده وفي يوم عيد ميلادها اخدتها وفسحتها جبت لها كل حاجة هي بتتمنيها كانت الدحكة مالية وشها كانت بتقولي ده اسعد يوم في حياتي وبقت تحدوني جامد جدا واحنا واقفين على الكبري وفي حتة مقطوعة اخدتها ورمتها في البحر كانت هي الحاجة الوحيدة اللي بتفكرني بالموضي بتاعي القليم وكان لازم اتخلص منها عشان ابدأ حياة جديدة وبعدها حاولت انساها وعيش وذاكر اكتر لحد ما الدكتور بتاعي كلمني وانا في السنة الاخيرة وقال لي انه معجب بيا وعاوز يتجوزني هو كان اكبر مني بخمستاشر سنة حكيت له على ظروفي بس طبعا قلت له ان حصلتلي حدثة اختصاب وانا صغيرة وسبت بيت اهلي وهربت من الخوف وقررت وقتها اني مش هضيع مستقبلي الغريبة انه بعد ما سم حكايتي صمم برضو انه يتجوزني حسيت ان ده عوض ربنا ليا بعد تعب السنين دي كلها وبقيت فرحانة جدا لحد ما ربنا رزقني ببنوتة كانت طلع زي الامر وحياتنا هادية ومستقرة جدا وجه عيد ميلادها الخامس واحنا بنحتفل بعيد ميلادها قلت لها يلا بقى يا شيري روحي طلعي غيري هدومك عشان هنخرجتولي اليوم برا قالتلي بجد يا مومي قلت لها ايوة قالتلي ويا ترى المرة دي هترميني في البحر تاني زي المرة اللي فاتت وقتها انا بصت لها كده وتنحت تنحت ومن خوفي لما سمعت منها الكلمة دي نزلت على ركبي ومسكت دراعها وقلت لها انت جبت الكلام ده منين يا شيري دحكت دحكت سخرية وسبتني ومشيت طلعت على قدتها بسرعة طلعت وراها قلت لها شيري شيري استني لقيتها بتلعب بلعب بتاعتها وفي وسط اللعب عروسة سودة شكلها بشع شبه بنتي الاولانية تماما الشعر الاقرط الخشن العيون السودة الواسعة السوالي الرهيب تقريبا نصها منها اتفزعت وقلت لها مين اللي جاب لك العروسة دي هنا قالتلي هي قلت لها هي هي مين يا شيري وقتها احنا كنا بالنهار لقيت الشبابيك بتتقفل والجو بيغيم القودة كلها بقت ضلمة وانا مسكة شيري من دراعها ببص ملقتها الشيري لقيتها بنتي بنفس شكلها البشع بصتلي بصة عمري ما هنساها في حياتي بقيت اقول لها ابعادي عني ابعادي عن بنتي انتي بتدمر حياتي سيبيني عيش بسلام ومن كتر كره ليها بقيت اخنقها بايدي وقل لها موتي ابعادي عني ما حستش بنفسي الا وجوزي بيبعد ايدي من حوالين رقبة شيري وبيقول لي سيبيها انتي مجنونة بتعملي ايه البنت هتموت في ايديكي سيبيها وفقت لقيت بنتي اغمى عليها وبتطلع في الروح والدنيا رجعت تاني بالنهار عادي وكل حاجة طبيعية جدا انا حصلتلي صدمة ازاي حصل كده لقيت جوزي بيحاول يفوق في شيري بس من غير فايدة تلانا نجري بيها على المستشفى والبنت دخلت الانعيش وقفت قدام سريرها بقيت ابوصلها واقول ازاي عملت كده انتي ما كنتيش شيري انا عمري مأزي بنتي ومرة واحدة النور الطفل بقايق ورجع تاني ولقيت ايدي شيري اتحولت سودة جدا وبرقت عينيها وقالتلي طيب مانا كنت بنتك اتفزعت من كتر الخضة واقعت من طولي بقيت شايفة ناس حواليا بيقوموني وحطوني على سرير ما بقيتش قادرة تكلم من الخضة وانا شايفة بنتي بتضيع قدامي ومش قادرة عمل لها حاجة جوزي وداني مصحة نفسية عشان اتعالج اتهمني بالجنون وقال لي اني كنت هموت بنته وما ينفعش ان نرجع عيش معاه الا لما خف وابقى كويسة معرفش ازاي وانا في المستشفى الوحدي بقيت استرجع كل ذكريات بنتي الاولانية وقدي ايه انا كنت قنانية لما رمتها من فوق الكبري ازاي عمري في يوم من الايام مضميري انبني اني عملت كتفلة عندها خمس سنين كده وبعد كده افتقرت لأ هي ما كانش عندها خمس سنين هي اه عمرها خمسة لكن عقلها ومستوى زكائها كان اكبر من كده بكتير كان عقلها اكبر من سنها بمراحل شاري كمان نفس الكلام مستوى زكائها عالي جدا وابتديت اربط الامور المشتركة ما بينهم واني ممكن تبقى روحها جوه شاري فكرت كتير بس كلها حاجات فوق المنطق والعقل والتفكير لحد ما فات اسبوعين ما شفتش اي حاجة وقتها نهائي وابتدت الحياة ترجع طبيعي ورفعت جي اخدني من المستشفى وروحت البيت وتأسفت لشاري ولقيتش شاري بتقولي ما تتأسف ليش انا يا ماما هي اللي محتاجة انك تتأسف لها وثبتني ومشيت الندم كان هيموتني ما بقتش عارفة اعمل ايه من كتر التفكير واخيرا فكرت ان اروح نفس المكان اللي رميتها فيه وتأسف لها وقول لها اني ندمانة اني عملت كده وروحت فعلا كنت بالليل ما فيش اي حد على الكبري والانوار مطفية رحت واول ما وصلت لقيتها واقفة زي ما تكون مستنياني رحت لقيتها واقفة في نفس المكان اللي رميتها فيه بس ما كانتش واقفة لوحدها رفعت كمان كان واقف معاها ومستنيني وانا رايحة بقدم رجل وبأخر التانية ومش مصدقة اللي بيحصل قدامي انت حقيقة ولا خيال رفعت انت شايفها شايف بنتي زي ما انا شايفاها بصيلي بصت احتكار وقال لي بنتك هي فيه ام ترمي بنتها من على كبري من غير ما تحس باي شعور نحيتها ولا تندم في يوم على اللي عملته قلتلوا انا مش فهم حاجة فهموني انت حقيقة انت ما متيش يا نغم قالتلي لا يا ماما انا ما متيش انت حتى ما لاحستيش اني كبرت عن وقت ما رمتيني انت رمتيني في الحتة دي من سبع سنين فكرة يا امي وقتها ما كانش عندك قلب ولا رحمة بيا انت حاولت تتخلصي مني عشان تخلصي من زم انا ما عملتوش وقتها انا كنت في صدمة كبيرة وقلتلها انت عشت ازاي وعملتي ايه وكنت فين طور الوقت ده وازاي تعرفي رفعت اسئلة كتير كانت في دماغي ملهاش اي اجابة لقيت رفعت بيرد علي وبيقول لي يا شاء المولى ان بنتك فيه واحد ينقذها من الموت ويعيشها معايا ومع امه ويبقى احنى عليها منك بنتك فضلت تدور عليك سنين لحد ما لقتك ومن سنة جاتلي وحكتلي كل حاجة عن اللي حصل وبقت تتفنن في الانتقام منك حتى شري اللي عندها خمس سنين عارفة ان ليها اخت وعايشة احنا عملنا عليك التمثيلية دي عشان تحسي بالزم وتحسي بالندم على جريمة انت عملتيها انت كنت عايزة تتخلصي من روح بريئة ملهاش اي زنب في الدنيا زنبها الوحيد انك امها انا هاخد نغم هتبقى اخت الشيري ومن هنا ورايح هكون ابوها وعيلتها ودنيتها كلها هحاول عوضها عن اي حاجة وحشة شافتها بسببك اما انت بقى انا ضلقتك وملكيش اي حقوق عندي اللي تعمل كده في بنتها تقدر تعمل اي حاجة تانية في سبيل مصلحتها وسبني ومشي انا كنت فعلا مصدومة من اللي حصل وازاي حصل ده كله حتى بنتي مشتركة معاهم في انهم يجن نوني ما بقتش عارفة اروح فين ورجعت القودة والصالة تاني اللي فوق السطوط رجعت وانا ندمانا ندم عمري على اللي عملته وبعدها بفترة قلت اروح لرفعة الفيلا يمكن يسامحني ولما رحت لقيتهم باعة الفيلا وسفروا بره البلد وفضلت قعدة في القودة والصالة دي طول عمري بتندم على اللي حصل ندم العمر